هذه أبرز العناوين مستجدات بشأن أزمة حكيم زياش مع قلطة سرايا رسميا وليد راقراجي يعلن قراره النهائي بحق إبراهيم دياز باير ميونيخ يكشف أخير مستجدات إصابة مزراوي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مستجدات بشأن أزمة حكيم زياش مع قلطة سرايا تقترب أزمة النجم المغرب حكيم زياش مع نادي قلطة سرايا التركي من الانديتار بعد أخير المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي لللاعب وحسب التقارير صعفية تركيا فإن زياش استعد عفيته وبتجهزا لتدعم صفوف قلطة سرايا بعد غيب طويل عن الميادين بسبب الإصابة سواء التي سبقت مشاركته في أمام أفريقيا 2023 أو التي تلتها وأشارت تقارير ذاتها إلى أن عودة زياش إلى الصفوف الفريق ستبدل الأزمة القائمة بين اللاعب وإدارة النادية كون الأخير مستاء من الغياب الطويل للمغربية خاصة وأن المجموعة في حاجة إلى خدماتها وكان زياش قد قدم مستوهيتين قوية مع قلطة سرايا في بعض مبارية الفريق خاصة التي جرت في دور عبدالأوروبا رسميا وليد راقراكي يعلن قراره النهائي بحق إبراهيم دياز استقر وليد راقراكي مدرب المنتخب المغربي على إدراج اسم إبراهيم دياز ضمن القائمة الموسعة لمعسكر الأسود خلال مهرس المقبل والتي استضم 39 لاعبا وقالت مصدر مقربة من محيط المنتخب المغربي حسب موقع كورا أنه تم الاستقرار على وضع اسم دياز نجموريا المدريد ضمن القائمة الموسعة ردا على وضعه المرتقف في قائمة المنتخب الإسباني ولم يحدد إبراهيم دياز صاحب الأربع والعشرين عاما المنتخب الذي سيمثله في المستقبل علما بأن منتخباء المغرب وإسبانيا يسعين وراءه كي يمثل أحدا منهما وأضفت المصادر وضع اسم دياز في القائمة إجراء إداري وشكل لا بد منها حيث يجب إبلاغ الأندية قبل أسبوعين على أقل تقدير بالعناصر المرهوب تواجدها مع منتخبة بلدانهم وأشارت المصادر لكن وضع اسم دياز لا يعني أنه وفق على الحضور وتمتيل المغرب لافتة إلى أن المفاوضات مع اللاعب ومحيطه والقائمين على أعماله مستمرة وختمت المصادر الأسبوع المقبل سيكون حسما في هذا الملف والأطراف داخل منتخب المغرب تود غلقه نهائيا إما بقدم اللاعب أو بمعرفة موقفه النهائي للتفرغ لأمور أخرى تهم تحذر الأصود للريهانات المقبلة يذكر أن المنتخب الوطني المغربي سيخوض وديتين خلال معسكر مارس المقبل إن شاء الله أمام أنجولا ومريطانيا وذلك يومي الثاني والعشرين والسادس والعشرين من الشهر ذاتها باير ميونيخ يكشف آخر مستجدات إصابة مزراوي كشف نادي باير ميونيخ الألماني آخر مستجدات إصابة لاعبه الدولي المغربي نصير مزراوي وقال نادي الألماني عبر موقعه الرسمي أن مزراوي بدأ أولى حصص الجاري فوق العشبة بعدما كان قد أصيب بتنزق على مستوى الفخد الأيصر في مواجهة بخام بالدورة المحلية وسيتدرب اللاعب المغربي بالجاري بشكل انفراديا في إطار برنامج علاجي خاص قبل العودة للتدرب بالكرة وبعدها الانضمام للتدريبات الجماعية كشفت آخر المستجدات بإشأن ما عاشه الطاقم الفني للمنتخب المغربي بعد مباراة جنوب إفريقيا والخروج الغير مستصاغ للأصود من ثمن نهاي الكأس إفريقيا كشف أن المياه عادت إلى مجرها وعلاقة رقراقي مع بن محمود تحسنت وعليه فإن رشيد بن محمود باق ورحلته متواصلة مع الأصود وله مهمة مناطة به وهي البحث عن التعزيزات الممكنة لاستفادة منها خاصة من المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة وبعد المحترفين في الدول العربية وبشأن تصريحات الرقراقي الذي كشف فيها عن تغييرات ستطال طاقمها فقد تأكد رسميا أن التغيير لن يمس بن محمود بل يمكن أن ينضاف أحدهم للطاقم الحالي وبطالب من جامعة الكرة قصد مهمة محددتين وبحثا عن حل وجواب للسؤال لماذا لا نحصد الألقاب ونكتفي بالمشاركة منذ سنوات حيث ينبذكر أن بن محمود له علاقة قوية مع النخبة المغربية وعمل على التقرب منها والأخير مرتحة له وخارقة جوا من المرح أثناء تواجده في الحصص التدريبية المغربي يونس عبد الحميد يشعر بخيبة أمل بعد رفض تمديد عقده مع ريمس فجاء نادي ريمس الفرنسي نجم المنتخب المغربي يونس عبد الحميد بعدما أبلغه بنهاية مسيرة الاحترافية معه في شهر يونيو المقبل رغم المستوى المميز الذي قدمه اللاعب المغربي مع هذا النادي الفرنسي طيلة سبع سنواتنا واخذ اللاعب يونس عبد الحميد 242 مباراة مع نادي ريمس الفرنسي منذ ضمامه إليها عام 2018 حين كان يلعب في الدرجة الثانية إذ يعتبر أحد أبرز المحترف نتباتا في عطائه الفني والبدني وفي وقت كان صاحب الستة وثلاثين سنة ينتظر تجديد عقده لموسمين على الأقل نظر لأدائه المميز في الموسم الكرة والحالي فضلا عن اختياره ضمن التشكلة المتالية في منافسة الليكآن قرر مسؤول نادي ريمس التراجع عن فكرة استمرار المدافع الصلب في صفوف ناديهم بغض النظر عن عروضه القوية التي كانت وراء استدعائه لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا في الصاحل العهش مع منتخب المغرب وتعليقا على رحيله المنتظر عن نادي ريمس الفرنسي الصيف المقبل عرب عبد الحميد في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية عن خيبة أمالها بعد رفض تمديد عقدها كما كان يتوقع ولسيما بعد المستوى الرائع الذي قدمه في هذا الموسم وهو ما سماح له بالعودة إلى المنتخب المغربي وقال يونس عبد الحميد في تصريحاتها لا بأس قضيت سبع سنوات في نادي ريمس وكنت منتظما في اللاعب وحققت نتائج مبهرة صحيح أنني فوجئت بخبر عدم تمديد عقدي وأخذت وقتا لاستيعاب هذا القرار لكن الأهم بنسبة إليه هو إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة وفي هذا الإطار فدى مصدر مقرب من اللاعب يونس عبد الحميد حسب موقع العرب الجديد أن مدافع منتخب المغرب يونس عبد الحميد تلقى عددا من العروض من أندية فرنسية وعربية فور علمها بعدم تجديد عقده مع نادي ريمس الفرنسي وأضف المصدر نفسه أن الدوري السعودي ربما يكون الوجهة المحتملة للمدافع يونس عبد الحميد نظر لاستقطابه عددا من نجوم كرة القدم العالمين بمن فيهم لاعبون في الصفوف منتخب المغرب من أبرزهم الحارسان ياسين بونو ومونير المحمدي ورومان سيس وعبد رزاق حمد الله وغيرهم من النجوم والجدر بالذكر أن يونس عبد الحميد شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس أمم إفرقية الأخيرة في الصاحل العج ولعب أساسيا في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة معوضا بذلك المدافع رومان غانم سيس ومن المرتقب أن يحسي ما يونس عبد الحميد في الفريق الذي سينتقل إليها في الأشهر القادمة علما أن عقده مع ستادرينس سينتهي بشكل رسميا في الثلاثين من شهر يونيو المقبل ويبقى الدولي السعودي للمحترفين الوجهة الأبرز لللاعب المغربية خصوصا أن العروض التي تقدمها الأندية السعودية تكون مغرية بشكل كبير هذا بالإضافة إلى عامل السن الذي لن يساعد اللاعب المغربي في التوقيع لنادي أوروبي كبير علما أن عمره الآن ستة وثلاثين سنة ستة وثلاثين بشكل كبير